السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مشكلة يواجهونها مستفيدية حساب المواطن البيض وصلتهم رسائل من الدعم الفني في حساب المواطن يقولون لك أن العزيز المستفيد في ملاحظة على عقد الإيجار لازم ترفق لنا فاتورة الكهرباء وما يثبت سداد الإيجار إلى آخره مدة أقصاها 15 يوم عن طريق صوتك مسموع طيب البعض أول أغلب عندهم عقد إيجار وهمي وكان يمشي له هذا الدعم وصلته هذا الرسائل وش اللي يسويه شوفي يا أخوان أنا جايب حل ممكن يضبط معك أو ما يضبط الله أعلم ولكن نقول إن شاء الله أنه يضبط معك ولكن بشرط واحد لازم موجود عندك في عقد الإيجار هذا الخيارات هنا جدول سداد الدفعات شايفينه هنا يا أخوان الصفحة الثالثة بداية الصفحة موجود هنا قنوات الدفع المتاحة موجود جدول سداد الدفعات إذا طلع لك هنا القيمة صفر أكبر الشاشة عشان الصورة تكون واضحة لكم بشكل أكبر إذا موجود هنا القيمة صفر أصفار يعني معنى كذا أن المكتب يعني سجل لك أنك سددت الإيجار مقدما واضح يا أخوان ولكن إذا طلع لك زي كذا القيمة وطلع لك مبلغ سبعمائة وخمسين سبعمائة وخمسين يعني كل شهر مبلغ معين واثنع الشهر إذا طلع لك زي كذا معنى كذا أنك ما سددت الإيجار مقدما ولازم ترفق لهم يعني منكشف الحساب أو تصور الشاشة بالبنك أنك سددت للمؤجر هذا المبلغ واضح طيب إذا طلع لك صفر أو أنك انسددت أو جبت ما يثبت سدد هذا الإيجار تنتقل إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن طيب فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء يا أخوان تقدر تتجاوزها ما في مشكلة نشوف الطريقة مع بعض تدخل على حساب المواطن أو الموقع الرسمي طبعا من الجوال من الكمبيوتر ما في أي مشكلة تضغط على صوتك مسموع من هنا وتفتح لك صفحة أخرى تفتح لك صفحة أخرى بالشكل هذا يقولك إنشاء التذكرة لا تغير أي شيء هنا سجل رقم الهوية وهنا تاريخ الميلاد هنا رقم الجوال الموجود بحسابك وهنا تصنيف التذكرة نضغط هنا تطلع لمجموعة خيارات نختار الأهلية من هنا وبعد كده تصنيف التذكرة الفريعي نضغط هنا تطلع مجموعة خيارات نختار الخيار الثاني إثبات صحة عقد الإيجار طيب الوصف شنو أكتب بالوصف أكتب شقق أو شقة مفروشة شاملة الكهرباء والماء تكتب بالشكل هذا وتم سداد الإيجار مقدما وبس شقة مفروشة شاملة الكهرباء والماء وتم سداد الإيجار مقدما إذا طلع لك أصفار إذا ما طلع لك أصفار ترفق لهم سند للسداد بس تضغط على استعراض من هنا ترفق لهم الصورة القبل شوي في عقد الإيجار أو ترفق لهم عقد الإيجار بالكامل وتوضح لهم هنا يعني الصفحة الرقم ثلاثة تم سداد كامل المبلغ وهنا تسجل للرقم الموجود بالصورة وبعد كذا تقديم التذكرة وبس شوفوا يا أخوان هذا حل يضبط أو لا الله أعلم ولكن بالنهاية ما رح تخسر شيء رسل لهم هذه المرفقات وإن شاء الله تتم الموافقة عليها أشكركم على المتابعة وفمان لله